بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عن النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ بوساج لعنبي اليوم جلكم واحدة الوصفة وهي وصفة الغريبة أو الغريبية نحن في عناب نقوله غريبة وصفة بسم الله ما شاء الله ضوقها تقول يعني ميرنج يعني ضوق رائع 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 قبل ما تروحوا تشوفوا الفيديو أتمنى منكم أنكم تروحوا تعملوا لايك أو إعجاب هداك باش الفيديو يقترح في اليوتيوب كما عملت مع الوصفة الأخرين فيديو الأخرين بسم الله ما شاء الله يعني إجابة ومشاهدة ولا أروع ولا أروع إذن حبائي كما نعرف كل في أي وصفة فيها مقادير فيها كيف التحطير روح نشوفوا مع بعضنا كيف التحطير والمقادير روح نشوفوا يالله روح نشوفوا يالله الرحو أنا في طاوة العمل كما راكم تشوفوا عندي كولورون البيض هذا كناعمل في العجينة الغريبية وعندي زوكيسان وملعقتين فارينة وعندي كاس سمنة كون طريق درجة هارة الغرفة وعندي نصف كاس سكر كون نعم وعندي ملعقة ميزينة وعندي ربع مغرف صغيرة يلف خمير حلويات يعني علينا عرصة مغرفة هنا في رسيبيون نحن تعطي سمنة وهو الوزن حيث ١٨٠ غرام يعني كاس سمنة ١٢٠ ملي لتر الوزن هذا الحيث ١٨٠ غرام نضعه في رسيبيون هذا ونضع البطار نحن نخدم البطار إذا تقدروا تقوم بعمل الفوي يجعل الفوي والذي لديه البطار يكون أحسن أحسن لأنه اليوم سنستعمل البطار لكي نجعل هذه السمن مرنج نحن نخدم مرنج وتأتي باسم الله كما رأيت الكل السمن رو كان أصفر الآن نجعله يجعله أبيض سمن كريمي أبيض نحن نضرب جيدا ثم نحبس ونغبط السمن التاعي في الجوانب هذا سنتحصل هنا على قوام كريمي ويكون أبيض سنتطول هنا في ضرب السمن التاعي بطار حوالي ثلاثة أربعة دقائق لكي نحصل كما قلت لكي على قوام كريمي هنا أجبت السكر حاطيت نصفك السكر وليحب يزيد السكر وليحب ينقص نقص يعني حسب الرغبة أنا قدرته معتدل فقط هنا نجلب البطار ونضرب الكريمة هذه مع السكر كما قلت لكي نحصله على قوام ميرنج كريمة وكأنها ميرنج حتى في الضوء يعني سنتقوني وتقول يعني ميرنج ضوءها ما شاء الله ما شاء الله هنا بعد ما أكملت بالبطار تيفوي أجبت ملعقة بتاع الميزينة صفيتها كما راكم تشوفوا هنا وضفت كاس الفارينة الأول ونجلب عرص الملعقة الصغيرة يعني خمير الحلويات هكذا ونضيف ملعقة صغيرة حتى نتحصل على غريبة تكون بيضة ونغرب المكونات كامل أو النوشف كامل مع بعض شوفوا هنا الحبيبات أحكمتها بسبعة أفاقات يعني حتى تنزل نجلب هنا سباتيولتيعي وندخل هذا والكولورون والنشاء مع السمن شوفوا يعني في الأول كانت بيضة السمن وضفت الفارينة ومع الكولورون ستبياد يعني بياد ناصة وتعطينا نظرة ما شاء الله ما شاء الله هنا كما نحرك نجلب الفارينة ونضيف نصف كاس ثم نضيف نصف كاس الآخر يعني ضفت نصف الأول وكمرت نصف الثاني ونحرك هنا سباتيولتيعي ونحرك بيدي لكي نعرف قوام العجينة لكي نعرف العجينة إذا كانت تلاسق أو تريه مهم جدا أنه نخدم بيدنا مهم جدا جدا هنا لم العجينة فقط مع الفارينة نضيف ملعقة الأول ونضيف ملعقة الثانية ونعاود لم العجينة لدي دائما نقول لك لا تعجنوش الغريبة لازم نلماها حتى تصبح عجينة تكون طريئة ولا تكون متلسق من العجينة جربتها ونقيتها ما شاء الله تكون طريئة ونعاود نخدمها مليح العجينة قبل نشكلها كوريات هنا ونقوم بعمل الفراساج هنا نقوم بعمل عجينة كاملة ونقوم بعمل الفراساج هذا الفراساج كما هكذا هذه الغريبية نعمل لها الطريقة قبل من شكلها ونقوم بعمل غريبية ما شاء الله ما شاء الله يعني صدقوني ولا أروع ولا روعة غريبية أو غريبة روعة روعة صدقوني يعني أنا تجبني حاجة نقوم بعمل روعة لكن بعدنا كملتها كامل نقوم بعمل ونقوم بعمل كوريات هناك كوريات حسب اختياركم تحبوا كورية صغيرة أو كورة صغيرة أو كورة كبيرة أنا قدرتهم يعني 20 غرام 20 بين 20 بين 22 غرام يعني نحبهم صغار ونحبهم كبار كما تعرفوا الغريبة دائما دائما نشكلها صغيرة هذا تعطينا حبات كبار ونأتي حتى المنظر سيأتي ما شاء الله نشكلهم كامل هنا ونرجعك لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يأمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا من كسر يجوى قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكة وهاب الأمات سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يطور لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا من كسر يجوى قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكة وهاب الأمات تشوفوا هنا كما أنا نكورها نعاود نعدلهم الأصابع التيعي ونحطهم في سينية على ورق طاهي أن الورق طاهي تاعي هذا دو استعمالات تانية كثيرة نستعمل ونغسلو ونعاود نستعمل ونغسلو أن هذا الورق الطاهي رو يتباعه في المحلات أنا أعجبني عملي ما شاء الله خلما أن الورق هذا كان يتخسر دراهم كل مرة أنكم ترميوه إذن أحبائي بعد مشكلتهم كامل عندي عقاش تاع النجمة هذك كل حبة نحط لها حبة عقاش وعطتنا المنظر ما شاء الله ما شاء الله وذلك الدكور والزينة جاء روعة 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 إذن أحبائي بعد ما كورناهم كامل وقدرنا النجمة هذه تاع العقاش لتعطينا المنظر ما شاء الله شوفوا ندعو رب عز وجل في هذه الأيام المباركة أنه ربي يرزقنا بالغاية النافع اللهم يربي ارزقنا غاية النافع اللهم يربي سقيا رحمة ولا سقيا عذاب اللهم يمغيت أغيطنا اللهم يمغيت أغيطنا اللهم يوم غيت أغطنا يا رب يا حنع يا رب يا كريم يا رب يا صلى الله الكرام يا رب من أجل الحيوانات من أجل الشيوخ من الجلاء الطفال نحن عصيناك نعم نقر ولكن يا رب أعفوك كريم اللهم يربي أن تبنى لك يا ربي تبنى لك يا ربي سق يا رحمة ولا سق يا عذاب يا رب يا رب أغطنا يا رب يا رب بالأرض جفت يا رب والسودودة نشفت يا رب يا رب إنك كريم يا رب إنك كريم تقب الدعاء اللهم أمين اللهم أمين أمين يا رب ونا بعد ما كملنا هذه الغربية وحطيناها في العقاش ندخلها للفرن على 180 درجة مئوية طيبة نطيبوها من الأسفل 20 دقيقة مرفوق حوالي 5 دقائق فقط وتشوفوا هكذا طابت خارجة بيضاء ما شاء الله خليوها تبر تماما تبرد واحد الساعتين باش نقدر نحركه تبر تماما وهنا طابقتنا روجت ما شاء الله ما شاء الله هكذا أحبائي يكون يعني طابقتنا روجت معكم ربي يحفظكم ويبارك فيكم ربي يرزقكم الدر يا صالحة وربي يشفي كل مريض ويرحم كل ميت ليتخل أول مرة القناتي نقوله مرحبا بيك أعمل لي جام فقط لهذا الفيديو ولي ما شاركش يحاول يشترك وفاعل زل جرس نروح بعد ذلك إلى استراحة قاله لا فقط يعني مع بعض الطيور في حديقة أو في مزرعة صديقي ولي كانت يعني وهذه البطة مع أولادها منظر ما شاء الله ما شاء الله إذن يا حبائي ما عليها إلا نقولكم دايما الكلمة هذه إنه أحبكم في الله وشوفوا نحن قسم بعضنا حبة بسكنا ما أروعك يا غريبة ما أروعك يا غريبة يا باب يا باب يا باب بكاس جي ولا كاس حليب الله 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 وشي رح نقولكم وشي رح نقولكم وشي رح نقولكم دايما يا حبائي سلام عليكم في فيديو شاء الله قادم إني أحبكم في الله 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 أحبكم في الله أحبكم في الله